إلى الأخبار الدولية وارتباطاً دائماً بموضوع فيروس كورونا تشرع بريطانيا اليوم الاثنين باستخدام لقاح أسترازينيكا وشامعة أكسفورد المنتج في مختبر بريطاني لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك وقال وزير وصحة البريطاني مات هانكونغ إن أعداد الإصابات بكوفي-19 تتزايد بوطيلة سريعة في بعض مناطق البلاد وإن الحكومة لا تستبعد فرض أي إشراءات إضافية لمحاولة كبح التفشي بما يشمل عزلاً عاماً على مساوى البلاد ويعتبر لقاح أسترازينيكا وشامعة أكسفورد أقل كلفة وتخزينه أسهل ليكون بذلك أكثر تكيفاً مع حملات التلقيح على نطاق واسع مقارنة بلقاحي موديرنا وفايزر بايونتيكا الذين رخص لهما ووزع في دول عدة ولسيما الأوليات المتحدة يشار إلى أن أكثر من مليون شخص في بريطانيا تلقوا حتى الآن لقاح فايزر بايونتيكا منذ بدء حملة التلقيح دوشنبر الماضي اشتركوا في القناة